اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين وفيديو بقى يعني مهم قوي وعملن لكم تجميع كده من التوقعات المهمة اللي بتخص دول كبيرة جدا والدول دي اه توقعات اللي قالها ميشيل حيك ليها يعني في غاية الخطورة تعرف مع بعض الدول دي والتوقعات اللي قالها بالزبط ليها بس قبل ما نبدأ هقول كلامه بخصوص التوقعات نفسها قال دي توقعات ليست تحليلات او معلومات دايما لما بحكي عن توقعات يعني بحكي عن شيء او حدث ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش مش كل الاشخاص اللي ذاكرهم هم على علم او هو استأذنه والتوقعات دي لسنة او لا اكتر من سنة ولا يمكن ان يضبط الوقت للتوقع يعني لا زمان ولا مكان للتوقع واخيرا اتمنى ان لا يحدث او يتحقق ولا شيء غير التوقع الابيض بالمقدمة الحلوة دي بقى هنبدأ توقعاتنا ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجة بتمنى من حضراتكم الاشتراك وتفعيل الجرس ويريت نعمل لايك وشير لان ده هيخلي الفيديو يوصل لناس كتير طيب مشال حقيق اتكلم عن دولة كبيرة زي ليبيا قال ايه خدوا بالكم احنا معنا اكتر من دولة فياريد تخلكوا معنا علشان تعرفوا بقية الدول هنبدأ من القديم للجديد قال عن ليبيا ان هتتبدل الصورة وهنشوف بعض المواقع في السلطة الليبية منقلبة رأسا على عقب وقال يتلقى السلك الدبلوماسي اشارات خطيرة واحدة منها بتتحول لقطلة من النار ازمة عنوانها السراك داخل الحكم وخارجه حفطر في مهب القرارات الدولية واسم سيف الاسلام واسم شققته عائشة بيشغله من جديد مساحة واسعة وايضا قال حدث بيحبس الانفاس على احد مطارات ليبيا عملية بتتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الاولى والمخطوف شخصية محورية بالمصاري الليبي من جديد بيلاحق الخطر احد افراد عائلة معمر قزافي من قلب مشاهد النار والدمار راح تمتلق السحراء الليبية بالسياح الاجاني القضاء الليبي بيطالب النجدة او بيطلب النجدة من بين الالغام بيعبر او المشير حفطر مرحلة المساومة على ملف الرئاسة عملية خطفة لازالة احد المرشحين من سباك الرئاسة بياخد صف الاسلام مع راكت الرئاسية بظهر مكشوف برغم حزوزه الكبيرة والعالية بيبقى معدل الغدر كمان عالي قال كمان غدا ترابلس الغرب كبلة انظار العالم رح هنشوف ثقل سعودي في ليبيا لحل حلة عقد ليبيا السواحل الليبية مش هتكون خشبة خلاص لسفن وبواخر غريبة فيه هويتها وحمولتها عبد المجيد الدبيبي مصنع مواقف واحداث بتقلب كتير من المواطيات على الساحة الليبية بيبرز اسم حفتر في معادلة تغيرية جديدة بتتسلط الأضواء على سيدة ليبية بتكسر جمود المناصب تقدم ملحوظ في اتجاه باب الخروج من النفق الليبي قريبا ضجيج ليبي استبائي لعملية تسليم مرتقبة لوجوه لها تاريخ سياسي محاولات هروب جخصيات برزة إلى خارج ليبيا وحركة الشارع هي اللي راح ترسم هوية الرؤساء الجدد بليبيا شايفين يا جماعة توقعات عاملة ازاي؟ توقعات مهمة جدا 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 تاني دولة معنا بقى هي تونس قال لبعض الوقت بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه إلى مواجهة وموقع إجرامي بيدفع الغنوشي أثنان غالية مقابل خطواته وقراره حداد تونسي وينصاب الإعلام التونسي بجرح بليغ مناصب عسكرية وأمنية بتصند إلى المرأة التونسية علامتين استفهام حول طائرة تونسية وحول مطار بتترافق الهزات الأرضية والأمنية مع الهزات السياسية والاقتصادية في تونس قبضة حديدية على بعض الرؤوس والجماعات الإرهابية وانتكاسها بترافق أحد خطبات الرئيس التونسي أيضا قال عن تونس العين الحزدة بتصيب رئيس الوزراء التونسي وبعض وزيراته ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة المعدة لتنفيذ مخطط تخريبي في غاية الخطورة شايفين التوقع؟ الرئيس التونسي بين قراراته قرار بيخصه شخصيا بيسقط على رأس الجميع مثل العاصفة بيتأرجح الرئيس التونسي بين عارضين عارض صحي وعارض أمني وزيرة العدل التونسية بتواجه بشراسة ولا تخاف من خطر وبتقلب الطاولة وملفتها على رؤوس الجميع بتتصدر شخصية عسكرية تونسية قيادية لمشهد التونسي الغنوشي فجأة بيفاجئ الجميع ولا يستسني أحد وفي المقابل مفاجأة ضخمة بانتظاره ثورة وثوار بيولعوا مكان وأحد شوارع تونس بقى إعلان تونس بلد للحرية والفن والجمال أيضا آخر بقى توقعاته لدولة تونس قال الاتحاد العام للشغل في تونس رح يكون هو محور الصدمة بيتخطر لاقتصاد التونسي خطواته وبيخطي خطواته الأولى على طريق النهود مخطط لضرب المجموعات القريبة من الرئيس وبيعرقلوا عمله ابتقار أساليب لمعالجة شح المياه ما رح يبقى مدخول النفط التونسي مجهول المصير في لحظة وفي صورة مفاجأة بيقول الشعب التونسي كلمته تشكيل خلايا للضغط بهدف إبعاد بعض المافيات عن طريق الرئيس بداية ردن الهوى والغربة بين الإعلام ومجريات الواقع اللي بيحصل على أرض تونس سن قوانين حديثة لتسهيل عمليات الاستثمار اكتشاف ثروة غازية ضخمة لطيفة تونسية بتلغي الفواصل بالنجاح والنجاح صاب الرباعي في الدوق حتى في عمل غير فني والدولة اللي معانا بعد كده هي دولة الجزائر نبدأ بتوقعاته الأولانية ونقول طاقات شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية بتلامس العالمية وكمان حالة من الغلايان داخل وفي محيط أحد السجون الجزائرية الأعلام الجزائرية لا ترفرف على مدى كم يوم خرق خطير بيفرض طوق أمني بأمر قيادة ثخب أعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد الدبلوماسية مهددة على أرض الجزائر راح تكون الجزائر عجزة بمطرح عن تحصين كل حدودها وكمان قال عن الجزائر مع كل محاولات التسوية العلاقة بين البلدين هنشوف أثار جزائرية على شخص الرئيس مكرون الشارع الجزائري مساحة للرفض والمسائلات والانتفاضات بتهب رياح التغيير في صفوف العسكر الجزائري وشخصية عسكرية بتلقت الإشارة موجة قلق حول الرئيس الجزائري وصدمة في البرلمان الجزائري وشخصية مرموكة بتدخل السجن آخر توقعاته للجزائر قال شقلبت مراكز حساسة داخل الحكم بتولد صدمة وإطاحة بشخصية معروفة الخطر بيحاصر عائلة الرئيس الجزائري المرأة الجزائرية بتتحرك وبتخطي المحزور عالم الطيران الجزائري بيحبس الأنفاس رمز ديني بيعمل تحول على الساحة الجزائرية عاصفة في بورسة الأسهم والأسواق المالية بين خطف وتغييب وجه جزائري معروف سوناتراك ليه شركة الجزائر للبترول فيه شوية خطر عليها الشاب خارج بيواجه الحدث بيقوم رئيس الجزائر بمساعي للملمة الشمل وفجأة بينجح في إحدى خطواته المهمة والدولة اللي بعد كده معانا هي دولة المغرب في بداية توقعاته للمغرب قال ضجيج إثر إصابة وجه معروف وصاحب شهرة على أرض المغرب ازدياد زهور ظاهرة اللجوء إلى المغرب لأهداف مختلفة من قبل شخصيات وأسماء كبيرة أمر طارق بيستدعب تعاد الملك من مكتبه لفترة بتحصد الرياضة المغربية جوائز كثيرة وبتخفي اسمها معزرة بتحفر اسمها في سجلات التفوق العالمية بتتحدى المغرب الإرهاب وإرهاب المنظمات أضرار ضخمة بوسيلة إعلامية مرتبط بها عالم الأزياء والموضة بالمغرب يتصدر للعالمية رمال متحركة بين مراكش وكازابلانكا كمان قال عن المغرب خطوات تغييرية مكسفة وجريئة بيقوم فيها ملك المغرب محمد السادس ولا بيعمل للخطر حساب لأن هدفه أكبر من الخطر السوق العقارية والحركة العمرانية إلى ازدهار بتوضع الاستخبارات يدها على مخطط خطير بيهدف إلى تدمير تركيبة الحكم المغربي انتاج سينمائي مغربي بيرسم رسم التكريم فوق السجاد الأحمر الجمال المغربي بيتكلل بالغار رغم العاصفة بين المغرب والجزائر هنشوف بداية نسج خيوط بيضة بين البلدين موجة حزن على شاطئ مغربي إصابة بجسم القضاء المغربي أما آخر التوقعات لدولة المغرب قال رؤوس كبيرة وهجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال رح يطالهم عملية محاسبة الفساد إصرار ملك المغرب على المصالحة رح يكون أقوى من إصرار الجزائر على الخصومة شخصية عسكرية مغربية بزار الرهانات استثمارات سياحية عمرانية على أرض المغرب العقار المغربي على ارتفاع رغم الخطات أجادير أو أكادير بأحداثها ومهرجاناتها السياحية رح تخطف أنظار العالم ظهور جيل شبابي واعد بيتخطى مهاراته في كرة القدم الأبطال المغربين اللي كانوا في مونديال قطر وحققوا الانتصارات هيجي عليهم جيل تاني هيقدم حاجات أكبر بيطلق سعد المجرد أكثر من موجة غنائية بتغلي في العالم أو بتعلي في العالم العربي وأحيانا بتشظيه بداية تسلل خلية إرهابية بيفقد ملك المغرب شخص عزيز أو قريب أو صديق أما عن مصر قال ميشيل حاج في توقعاته في البداية قال سنة حافلة متنوعة بانتظار عائلة سويرس المصرية الصدمة بتختار أحد المطارات داخل مصر مهبط لها أمام الجيش المصر استحقاقات كبار في مطرح تكريم عالمي لتفوقه بين الجيوش العربية وفي مطرح آخر بيسدد ضريب التفوقه كرة الخطر على ملاعب كرة القدم في مصر اللي هتطل علينا وبعد آلاف السنين رح تكون هي كليوباترة الحقيقية لغز كبير بيرافق ملف الهزات الأرضية في مصر بشراسة وحجدة وشخصية دموية ومن دون رحمة بيقوم الإخوان بعمليات انتقامية لحصد الرؤوس من قلب معركة شد الحبال بين الدول العربية بترجع مصر تتصدر المشهد وكفتها ركحة حتى في ميزان الغرب الرئيس السيسي يحاول هو أن يكون سد مانية بأعلى جهوزية لمواجهة الأخطار المتربصة له بالبلد انشغال جمهور عمر الدياب بالأزمة الطريقة المرسومة بفلكه بيكبر حجم الخطر عن ممثل والمقاول محمد علي وعلى عائلته وعلى الذين معه أحد السجون المصرية برسم الاهتزاز استخدام اسلوب جديد مبرمج مدعوم من بعض الدول بالتظاهر الهادم ولكن لن ينجحوا أيضا قال عن مصر هجموا إجبال على العقار المصري من الداخل والخارج بين مصر والإخوان عشرة عمرو هجمتهم أعلى وأشرص الهدف هدفين الأزهر وشيخه نجحات الإخوين أديب عمرو وعماد بمرصاد للعيون الفرغة في طريقه للنجوم صدمة مجعل الكرة المصرية ما يشبه الثورة الانقلاب بالمياه المصرية استعيد شرم الشيخ عزه وبيتغلب على كل محاولات إخماد وهجه وكثره محمد رمضان من سرعة لسرعة من جنون لجنون رح يطل من فوق القانون رغم الخطر والممنوع أفق مشحون أمام محمد صلاح علامات غريبة رح نشوفها بالأهرام منها وحواليها وفوقها أضواء وأجسام وتحركات بتظهر وتختفي وبتدهش العلماء وتحير المشاهدين الإرهاب في مصر مش هيلحق يخرج من الباب يرجع تاني يدخل من الشباك بيوم محكمة مصرية وقاضي ما رح يكونوا بأمان الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية حزن مصري على امتداد النيل محمد صلاح وجمهوره بفقد صبابهم وبتنقل بمقيس اللعبة الفترة وخططات لكسر محمد صلاح بتفشل ويبقى هو البطل أما آخر توقعاته المصر قال تنسالة بلهول لغز وصدمة ما رح يبقى حجر صامت ما بين لغز وصدمة ومصري في أكثر من حداد رسمي واحد منهم على شخصية غير مصرية عزيزة على مصر مهما كان التمن رح ياخد الرئيس السيسي حق مصري في سد النهضة عالم الجمال وملكات الجمال بتتشرع لهم الأبواب في مصر النهضة المصرية رح تنهض أكتر والدولار رغم ارتفاعه مش هيقف طريقها فك لغز جديد بيزيد على رصيد الفرعنة رصيد والملفت هو امتداد اللغز إلى خارج مصر كنيسة القبطية مذهب ورجال دين ومبشرين إلى توسع وانتشار رؤوس وكيانات قبطية بالمرصاد برغم العلامات الإجابية في أفق الاقتصاد المصري هي لسه قدامه هزة شخصيات مصرية حديثة رح تتكرم بأسماء في الشوارع ونصب تسكرية وتماثيل من مضحف مصر وموقع أسري رح يفاجئنا مشهد أكتر من مضهش وصعب تفسيره كشف يد مفيوزية بتحاول تمتد على أهم القطع المصري القديمة والثمينة جدا شائعات على سحب الأموال على البنوك المصرية ثم الإفلاس وبتكون مجرد شائعات محمد رمضان بمعرض سرعاته بيتعرض هذه المرة الجامعة العربية جامعة واللي كان مستحيل جامعه بينجمع نوبات بتشظي أحمد أبو الغيت والجامعة العربية يوم حداد في قناة السويس وكأن عمالكة الفن المصري بيتقمصوا بعد سنين بعد غيابهم والصورة المقلسوم وعب حليم وعب وهاب وفريد لطرش وغيره بين الصدفة واللغز بتكسر الكوارث في الموصلات المصرية معالم برزة بتتأثر بالهزة المصرية شرين عب وهاب في مشهد انتقام صارخ وعاد الإمام أمام صفحات ذهبية ومش صفحات تطويها لأي لسه في دول كتير ما تكلمناش عنها استنونا في فيديو تاني هنتكلم لسه عن دولة السودان عارفة اننا نتكلمناش عنها في هذا الفيديو وفي دول تانية دول الخليج ودول الشام هيبقى لهم فيديو برضو لوحدهم استنونا في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار معكم أختكم مريم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ده يخليكم متواصلين معنا دايما في أي جديد بنزله وهي ريت اللايك والشير ده يعتبر حاجة كبيرة بالنسبة لنا كنوع من الدعم في انتشار الفيديو وصول الناس ولو حابين تدعمونا بشكل مباشر عندكم ممكن الانتساب أو الاستقرات أو الحاجات اللي انتم عارفينها على اليوتيوب يبقى انتم كده يعني بتدعمونا يعني بشكل مباشر وصريح شكراً جداً لحضراتكم مجرد مشاهدتكم للفيديو يعتبر حاجة كويسة جداً نفتخر بيها هشوفكم بخير كل سنة متطعبين